المشاهدون الكرام حياكم الله نلتقيكم في لقاءات هذه اللقاءات هنا في هذه القاعة قاعة ابن خلدون في كلية الأداب في جامعة عدن حيث يتم في هذه القاعة تكريم أحد أبرز الأعلام الوطنية المخلصة التي ساهمت إسهاما فاعلا وذلك لخدمة الوطن والمجتمع وكذا أيضا لجميع الطلاب الدارسين طلاب العلم والمعرفة والارتقاء بالعملية التعليمية الأكاديمية أيها السادة الكرام في هذه اللقاءات التي نجريها معكم عبر عدسة كاميرا قناة عدل فضائية سوف نتطلع من خلالها إلى معرفة حول الحملة المجتمعية الوطنية لتكريم الشخصية العلمية للدكتور عوض أحمد العلقم عميد كلية المجتمع فها هو اليوم أيها السادة الكرام يوفى بالوعد والعهد وذلك لتكريم ذلك الطوض الشامخ لرجل العلم والمعرفة لرجل الدولة الدكتور عوض أحمد العلقم عميد كلية المجتمع وكذا أيضا أيها السادة الكرام يكرم الدكتور العوض العلقم عميد الكلية لمجمل أنشطته التطويرية التي أقرتها التي عمل بها وأنجزها لكلية المجتمع ومنذ توليه كرسي العمادة وأيضا لرصيده الثقافية المتميز في الكتابة بعد فاره أنه مبدع ومتميز في ترنيمة في روايته ترنيمة فارس ترنيمة فارس هذه الرواية وهذا الكتاب هو من ضمن خمسة أعمال هي سوف تكون مرشحة لحصول على أفضل جائزة لهذه الرواية ولهذا الكتاب من ضمن هذه الخمسة الروايات في الوطن العربي بشكل عام إذن تم ترشيح هذه الرواية للدكتور عوض أحمد العلقم عميد كلية المجتمع لما أبرزه في محتوى هذه الترنيمة فلا يمكن لأي مجتمع أن ينهض من ركام الفقر والمرض والجهل وإلات الحرب والدمار ما لم تكن هناك عقول نيرة حاضرة تؤمن بإرادتها وإمكانيتها الذاتية مهما بلغت حجم المساعدات وأيضا أبرز إنجازات الدكتور عوض العلقم عميد الكلية أبرز إنجازاته العلمية والعملية في كلية المجتمع منذ أن تحمل المسؤولية قدم لنا أرقام وحقائق تؤكد فيها قيمة هذا الرجل صاحب ترنيمة فارس ترنيمة فارس رجل الدولة ومسؤول من الطراز الأول فهناك عدة مسارات تاريخية وجذرية لحياة هذا الفارس معانة والتعاقب الزمني لسلطنة وحكومة الثورة وغيرها مما احتوته هذه الترنيمة بفكر إبداعي فقافي أدبي بحث تناولته هذه الترنيمة بشكل عام إذن أيها السادة الكرامة اليوم يتم تكريم هذا الطوض الشامخ من قبل الحملة المجتمعية لجميع منظمات المجتمع المدني وذلك عرفانا بالدور المتميز الذي قام به الدكتور عوض أحمد العلقم عميد كلية المجتمع كذلك أيضا نتمنى للجميع الخير والتوفيق والنجاح وله كذلك نبارك له هذا التكريم وذلك لإعلاء شأن العملية التعليمية وأيضا للنهوض بكلية المجتمع كيف كانت كلية المجتمع سابقا وكيف أصبحت الآن كلية المجتمع كلية المجتمع أصبحت الآن مزودة يعني بكافة التجهيزات أقصام عدة مفتاحها نشاط ملموس حركة دقوبة داخل هذه في أرجاء هذه الكلية كذلك أيضا هناك من ضمن الاهتمام بالكادر الوظيفي التدريسي ولننسى أيضا الاهتمام بمن؟ الاهتمام بالطالب في الأول والأخير لأنه هو من سيدهب إلى سوق العمل فسوق العمل بحاجة لمثل هذه التخصصات المتميزة التي ينبغي على الجميع الاهتمام بكلية المجتمع لما تقدمه خدمة للمجتمع والوطن بشكل عام إذا لن نطيل عليكم أيها السادة الكرام فتعالوا بنا نتابع إياكم حصيلة هذه اللقاءات التي أجريناها لكم عبر عدسة كاميرا قناة عادة الفضائية والذي يتم من خلال هذا اليوم تكريم هذا الطوض الشامخ لدكتور عوض أحمد العلقمي عميد كلية المجتمع بداية دكتورة وفاوة أنتم تشرفون إشرافا مباشرا لهذه الحملة الوطنية وبتكريم هذه القامة ولرجل بحجم وطن حقيقة تعليقكم أولا وما الذي أسهمتم فيه لنجاح هذه الحملة وأيضا لتكريم هذا الطوض الشامخ وأيضا لتميزه في كتابه ولروايته ترنيمة فارسين الذي تحدث فيها عن مسيرة ما قام به منذ بداية إلى أن تحمله المسؤولية يعني مشوار كامل في مسيرة حياته من النضال بسم الله الرحمن الرحيم أشكر قناة عدن دائما هي قناة رائدة ودائما هي موجودة معنا في كل الأوقات والأول مرة أكون معهم في خارج كلية المجتمع عدن فمرحبا بكم بالنسبة لدكتور عوض العلقمي وتكريمه اليوم هذا استحقاق لهذا الرجل طبعا أنا طالعت قبل يمكن عدة أشهر مقال للأستاذ منصور عامر تحت عنوان من يكرم هذا الطوض الشامخ عندما قرأته كنت متلهفة لأعرف من هو هذا الطوض الشامخ الذي قصده الأستاذ منصور عامر وفي ثنايا هذا المقال تفاجأت أن هذا الطوض الذي تكلم عنه الأستاذ منصور عامر ما هو إلا الدكتور عوض أحمد العلقمي عميد كلية المجتمع عدن الذي فعلا استحق منه كل الاحترام والتقدير والإقلال بادرت مباشرة بالتواصل مع الأستاذ منصور عامر لمعرفة ما هذه الفكرة ما الذي يراد من هذه الشيء فأخبرني أنه يجب أن يكرم الشخص قبل أن يترك منصبه لا أن بعد أن يترك منصبه أو يتوفى أو يرحل عن هذه الدنيا يتم تكريمه فقال لابد أن يكرم كل شخص يعمل بأمانة ويعمل بقد واجتهاد لخدمة هذا الوطن يكرم في وقته الذي هو ما زال موجود فيه فهذا الرجل الأستاذ منصور عامر رأى أن كان يعرف كلية المجتمع قبل أن يحضر الدكتور عوض العلقمي كيف كانت وكيف أصبحت الآن؟ عندما رأى التغير القذري الذي رأى في الكلية تعقب من هذا الشيء إلى جانب المقالات التي يكتبها الدكتور يعني متفوق يمكن ستين إلى سبعين مقالا كلها مقالات اجتماعية تمس حياة المواطن يتلمس بها كل شيء يمر به الوطن والمواطن إلى جانب أيضا فضلا عن ترنيمته ترنيمة فارس التي إلى الآن ترشحت لأخذ قائزة كتارة في قطر من ضمن روايات عربية يعني تقريبا عشر روايات ترشحت كانت من ضمنها ترنيمة فارس فهي ترنيمة يعني حكت معاناة شخص ولدا من رحم المعاناة فدائما المبدعون يولدون من رحم المعاناة هذا عرفته عندما رأيت الدكتور عندما تعاملته معه عندما قرأت ترنيمة فارس عرفته أن هذا الشخص يعني لم يأتي هنا اعتباطا وقد كانت فراسة الشخص الذي اختاره كبير لكي يحضر إلى كلية المجتمع ويمسك مقاليد هذه الكلية فهذه الكلية كانت أن تتوقف لو لو وجود هذا الشخص أعاد فيها كل شيء ترميم المبنى إعادة الموظفين الذين كانوا يقبعون في بيوتهم كقوة فائضة أعادهم مرة أخرى إلى العمل لا يوجد أحد الآن لا يعمل في كلية المجتمع سواء جانب إداري أو جانب أكاديمي يعني الانضباط الوظيفي أي ترنيمات من التصدعات الورش والمختبرات اقتتحنا مختبرات في ظل ظروف صعبة جدا أقسام جديدة ما افتتحنا نعم اقتتحنا أقسام وافتتحنا مختبرات كما أقسلت لك في ظل ظروف صعبة جدا بعدم توفر موازنة للكلية تخيلي يعني وانقطاعات التيار الكهربائي يعني نشغل المولد عندما تذهبين إلى أي مرافق أخرى لا ترين أنه هناك لديهم مولد أو لديهم أي شيء يشغلونه أثناء انقطاع التيار الكهربائي ما زلنا محافظين على الهوية التطبيقية للكلية كل هذا بفضل هذا الرجل لذا حق علينا وآن الأوان أن نكرم هذا الشخص هو يستحق منه كل الاحترام والتقدير لذلك كانت موجودة وساعدت نوعا ما لأستاذ منصور عامر في العمل لهذا الأمر إلى جانب العديد من الزملاء والزميلات إلى جانب أيضا بعض منظمات المجتمع المدني والشخصيات كنا جميعا يدا واحدة لتكريم هذا الشخص وهذا الرجل الذي قدم الكثير لهذا الوطن هو يستحق كل الاحترام والتقدير شاهدين أيضا ضمن هذه اللقاءات المدنية أيضا معنا المنسق لهذه الحملة المجتمعية والوطنية لتكريم الدكتور عوض أحمد العلقم الذي يعد أحد العلام الوطنية المهمة المتميزة وأيضا الذي قدم ولازال يقدم العديد والعديد من أجل هذا الوطن وأيضا لرفعة العملية التعليمية بشكل عام معنا الأستاذ منصور عامر الإعلامي المتميز ومنسق هذه الحملة التي يتم من خلالها تكريم هذه القامة الوطنية بحجم رجل بحجم وطن لهذا الطوض الشامخ الذي اليوم يتم تكريمه حقيقة هو رد عرفان يعني من قبلكم أنتم من قبل جميع لما قدمه لهذا يعني الطوض الشامخ الدكتور عوض أحمد العلقم أستاذ منصور بداية مرحبا بك عبر شاشة قناة عدل الفضائية بعتباركم أنتم رئيس الحملة يعني المنسق العام لهذه الحملة المجتمعية أولا حدثنا حول كيف جاءت هذه الحملة الفكرة كيف جاءت ولماذا يتم ذلك وكذا أيضا يعني انطباعاتكم حول ما يتم من خلاله تكريم مثل هذه الكوكبات القامات المهمة التي لا بد من أن يتم تكريمها في الحياة يعني قبل أن يبتعدوا من مناصبهم أو بعد رحيلهم يعني بعد الشرع لهم ولكن أن يتم تكريمهم في حياتهم في مواقع عملهم هذا هو المطلوب أولا بسم الله الرحمن الرحيم شرف كبير في صباح عدني جميل نلتقي في تكريم قامة علمية وثقافية الموضوع الطود الشامخ هو مقال أنا كتبته جاءت الفكرة التكريم من المقال الذي كتبته بعدما راقبت لمدة ثلاث سنوات الرجل يعمل يعني أحيى الشجر داخل كلية المجتمع في كلية المجتمع عاد تطوير فتح القاعات يعني الرجل اشتغل على مدى ثلاث سنوات الحالة نرقبه أنا لا أعرف من سابق ولكن في خلال ثلاث سنوات رصدت في أكثر مقال رجل بحق الموطن ولكن في موضوع من يكرم الطود الشامخ لأن أرتأيت أن نكسر حاجز تكريم الناس بعد ما يسيب المهمة ففضلت أنه يتم تكريم العلقمين هو في كرسي العمادة مش لهذا فقط مش لأنه عمل تطوير في كلية المجتمع وعمل دورات امتحانية بدون أخطاء دورتين امتحانية لم يحصل في أي كلية في جامعة عدن حصل في كلية المجتمع مع انضباطات كثيرة للشروط الصحية بموضوع كورونا إضافة إلى أن الرجل أودع في حقيبة وزارة التعليم العالي أو في حقيبة الوزير أو الوزارة أودع منهج متكامل لنقل كلية المجتمع من كلية المجتمع إلى جامعة المجتمع للعلوم الطبيقية هذا يكفي أن نكرمه لأن الرجل وضع دراسة كاملة مع المجلس العلمي طبعا المجلس العلمي هذا هو ربان السفينة لهذا المجلس العلمي في الكلية فالكادر الذي معه اشتغل بروح وصدر عندما وقدوا قائد يقودهم في التجاه السليم ولهذا وقب علينا نحن في الإعلام أن نعطي الرجل أنصفته أنا في المقال فأجان أول من أعطانا الإشارة الأستاذ محمد عبد الكريم جباري هذا الرجل الذي كان مديرا عاما سابقا في دار سعد هذا الرجل قال لي كذا نصا أنا معك قلبا وقالب ولهذا قل أنت رئيس الحملة وأنا المنسق العام الحملة ولنبدأ حملة مجتمعية وطنية وليس للجانب الحكومي أي دور فانطلقنا من هذه الفكرة فالحمد الله تقاوبت إلى الآن الموثقين معنا حوالي 60 كيان لكن اللي بيحضروا اليوم أكثر من كذا حتى من خارق عدن في من صنعة في من تعز في من عمان في من القاهرة يعني الناس تقاوبت تقديرا للرقل إضافة لما كتب عن الرقل الذي ما يعرفه من خلال قراءته عرف أن الرقل بيعمل شيء فأنه ينقل أبنائنا من مساقة الدبلوم إلى مساقة البكراريوس ويحول كلية إلى جامعة هذا شيء كبير يكفي أنه في عهده في عهد العميد العلقمين وضعت الفكرة تم تأسيس الفكرة لبناء أول جامعة للمجتمع من كلية إلى جامعة أول بتكون أول جامعة بتسمى تقريبا هكذا جامعة العلوم جامعة المجتمع للعلوم بالتطبيقية وهذا شيء كويس بدل ما يدرسوا الدبلوم بيصبح البكراريوس ومن ثم ولهذا هذه الفكرة كانت تكفي أن نقف أمام هذا الرقل الذي عمل خلال ثلاث سنوات بشكل متناسق ومتابع وحل كثير من القضايا بينما كانت المجتمع تقريبا تشك على نهايتها يعني غلغت المختبرات غلغت ولكن نحن ندعو برضو هنا أن يساعد الرجل دور المجتمع المدني دور المؤسسة لاستثمار دور الغرف التجارية اليوم الغرف التجارية حاضرة غرف التجارية عدنا أنا أعطيتهم دعوة على ستشاركه وغرف التجارية تقريبا من أول مشاركة معنا الأستاذ الوردي ولهذا نحن نسعى أنه ربط المخرجات كلية المجتمع لأنه واضح أنه في الجامعة الآن المخرجات 60% بطالة لهذا نحن نرى أن كلية المجتمع هي المستقبل الحقيقي لأبنائنا باعتبارها مرتبطة بالصناعات مرتبطة بسوق العمل يعني كلية المجتمع يعني أنا أتفاقى مثلا الأستاذ القباري يقول أنا في مكة ثلاثة طلاب يسلموا عليها يقولوا نحن خرقين كلية المجتمع إيش وإشتغلوا هنا يشتغلوا تكييف الحرم المكي خرقين كلية المجتمع في ملحق ثقافي أو تعليمي في سفارتنا في قطر تقريبا يطالب السيفي حق طلبة يشتغلوا هناك إيش يشتغلوا في ملاعب كرة القدم كأس العالم عشرين واثنين وعشرين من خرقين كلية المجتمع ولهذا من يتابع الكلية ويرصد الفترات يستطيع أن يقول أكثر وأنا اليوم مثلا ليه مقال لبدا أن يكرم العلقمي مقال منشور في كل الصحف الالكترونية اليوم في عدن والصحف الورقية أيضا وأتمنى من الدكتور البارز الذي قدمه ما زل قدمه الدكتور عوضل العلقمي عميد كلية المجتمع لدوره المتميز وذلك يعني لكلية العلم نعم لكن هو أساسا رجل يعتبر أديب وكاتب كمان أنا أقول في رواية رواية ترنيمة فارس نعم الذي حضرناها قبل سنتين في الكلية تحكي معاناة هذا لا لا هذه الآن موضوع ضمن خمس روايات للفوز بجائزة أفضل رواية في الوطن العربي يعني هو الآن من ضمن خمس روايات يعني لو أخترت ترنيمة فارس هو مجرد أن أصولها إلى خمس روايات على مستوى الوطن العربي دليل أن الرجل يحمل كاتب رواي شاعر أديب مثقف من الطراز الأول أيضا لو مقالات تقريبا شبه يومية في كل الصحف الرجل يعني نحن نكرمه للميزة العلمية والميزة الثقافية والأدبية ودعونا كل والذي يحضروا اليوم هم فقط نخبة نعم لن نستطيع أن نوصل لكل منظمة مدني أخر من أربع ألف ونظمة في عدن ولكن نحن وقحنا الدعوة في العلم وهذه النخبة تمثلهم كلهم لأن الفكرة كيف نكرم رجل قدم شيء ونريد أن نكسر حاجز وتفعيل في الخدمة المدنية وبدأ الجزاء الثواب والعقاب نعم نشي هذا يتفعل لا يضلش في الأدراك هذه كمان رسالة نرسلها اليوم من عدن نشي نفعل كل من يعمل يكافى وكل من ذا يجازى لهذا هذه مسائل نحن نتمنى أن تكون اليوم هذه رسالة للعقول النيرة في هذا البلد للالتقاط مثل هذه الفعاليات وفهم إلى ماذا نرمي نحن نرمي نحن نرى أنه من خلال القوى النعمة الثقافة الأدب التجارة الاستثمار كل هذا نحن ممكن نغطي القانب الذي ذرنا ولمدة ست سنة أو سبع سنوات ونحن في حرب عبثية نعم لكن عدن هي عدن يعني مدينة الثقافة والعلم والمعرفة والإبداع أكيد عدن طبعا هي مدينة السلام والنور مدينة النور والسلام وأيضا عدن لا تنسيش أنها موقع تجاري عالمي لهذا نحن نرى أن عدن يجب أن تخرج من تحت الأنقار أبناء عدن لن يسمحوا ببقاء عدن بالوضع له لو تحركت جميع العقول في هذا الاتجاه ستخرج عدن وسأترى عدن بثوب خشيب بإذن الله وكلنا أمل وتفاؤل ونقف جميع على باب الرجاء الصالح في الخروج بعدنا إلى بفضل هذه الفعاليات التي نحي فيها جوانب كثيرة ونكرم رموزنا الثقافية والعلمية في هذه المدينة المدينة التي لا يمكن أن نقول عنها إلا كل الحب والاحترام والتغذير نعم الفعل إذن بركت جهودكم التي بدلتموها وذلك لتكريم هذا الطوض الشامخ وهذه القامة التي بالفعل يستحق كل كل التقدير وكذا أيضا بتكريمه نعم بتكريمه المتميز الممتازة أن اللي بي أحضره اليوم هم من عدة عدة فعاليات يعني ثقافية علمية طبية اجتماعية مثلا في المركز الطبي المركز الفردوس الطبي بيمنحه درع الفردوس بيمنحه مؤسسة موبيليتي يمن المختصة بالأطراف الصناعية ستمنحه الرئاسة الفخرية وهذه مجالات نستطيع أن نربطها بواقع العمل وبسوق العمل في المستقبل مع كلية المجتمع لأن العلاقة الطبيعية مركز الفردوس يعتبر المركز الأول في العلاقة الطبيعية وإضافة إلى الموبيليتي للأطراف الصناعية يعتبر المركز كمكتمع مدني كمؤسسة مكتمع مدني هو الوحيد في عدن فهذين القطاعين قطاع العلاقة الطبيعية شيء عندما يأتي عوض العلقمي أو الدكتور عوض العلقمي يكون رئيس فخري لهذه المؤسسة فهذا شيء طيب للبناء في المستقبل بما يخدم التعليم والتدريب معنا عادات قليلة لا تتقاوز أصابع اليد الذين يصنعوا الأطراف الصراعية نعم بالفعل سوق العمل يحتاج لمثل هذه التخصصات لمثل الفتحة هذه الأقصام وغيرها إذن نتمنى لكم كل نجاح في هذا اللقاء كشفت لك كل شيء بالفعل ما خلي أشوفها في الإعلام نقولها بشكل واضح ونحنا استحقق كل نعم والرقل استحقق أكثر من كذا نتمنى حضور أيضا نتمنى أيضا تكريم رسمي له بعد هذا التكريم نحن الآن نكرمه كمجتمع مدني نحن بحاجة أن وزارة تعليم أيضا تكرمه لماذا؟ الدولة تكرمه يعني وفي كثيرين وفي كثيرين وفي كثيرين نحن نخطط لهم في المستقبل لإحياء عدم وكل رموز عدم بإذن الله مشاهدين الكرام أيضا اللقاءات الميدانية التي نجريها معكم الآن سنجري هذه اللقاء مع من؟ مع من سيتم مع من تم تكريمه لهذه الفعالية وهذه الحملة المجتمعية والوطنية لتكريم الدكتور عوض أحمد العلقمي عميد كلية المجتمع بداية دكتور مرحبا بك أولا عبر شاشة القناة تعادل الفضائية ونهنئك لهذا التكريم الذي تحصله اليوم وذلك عرفانا لكل ما قدمته طيلة مشوار حياتك وأيضا منذ أن وطأت قدمك لتحملك المسؤولية في كلية المجتمع والارتقاء بهذه كلية كيف كانت وكيف أصبحت بك أنت دكتور والجميع حقيقة شاركوك في ذلك الارتقاء بالعملية التعليمية طبعاتكم وأنتم تكرمون اليوم ما هي انطبعات؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحقيقة أنا في هذا الصباح العدني الرائع الذي أجتم فيه رائحتين الأولى تأتيني من بحر العرب وهي رائحة العنبر والأخرى تأتيني من لحق الحسيني وهي رائحة الفلو الكاذي والياسمين إنني في هذا اليوم أنا جدا أشعر إنني في غاية السعادة إذ أكرم من المجتمع المدني من الجمعيات من المنظمات من المؤسسات من الأفراد الوطنيين الذين ليس لهم شيء غير أنهم عجبوا بأداء كلية المجتمع إدارة وعلى رأسها العميد فأقروا أن يكرموني أشكر لهم هذا التكريم الرائع وهذا لن يعطيني إلا دفعة إلى الأمام وأن أكون أكثر إنفعالا وعملا وتواصلا وحتى نصل بكلة المجتمع إلى ما نصب إليه إن شاء الله ومعنا أمن عام التحاد الدبائي والكتاب الجنوب دكتور بدر العرابي بداية دكتور بدر مرحبا بك أولا عبر شاشة قناة عدن الفضائية باعتباركم أنتم أحد الرواد أي أحد يعني اعتباركم أنتم من القامات الإبداعية القامات العلمية القامات الأدبية المتميزة حقيقة أنتم اليوم تشاركون في هذا التكريم لهذه الشخصية لهذه الهامة الوطنية لتكريم الدكتور عوض أحمد العلقبي وأنتم أيضا شاركتم كنت بإدارة لترنيمة للكتاب ترنيمة فارس كنت تدير هذا الكتاب الذي الآن مرشح هذا الكتاب لنضمن خمس يعني مشاركات لأفضل جائزة في الوطن العربي أولا يعني تعليقكم ويعني انطبعتكم حول هذا التكريم التي لا بد من أن يقام ليس فقط الدكتور عوض أحمد العلقمي عمد الكلية إنما لكل من يعمل الوطن بإخلاص يجب أن يكرم تفضل شكرا جزيلا لقناة عدن الفضائية ومرة أخرى شكرا للدكتور والهامة الثغافية والتعليمية الأستاذ عوض العلقمي على هذا الحضور الإنساني الواسع ثقافة وعلما وأدبا وأخلاقا نحن اليوم في النشاط الثاني أو الثالث أو الرابع على التوالي لهذه الهامة الثغافية والأدبية والتعليمية الدكتور عوض العلقمي من العلامات ومن سميائيات المشهد الثغافي والعلمي في عدن وفي محافظات لحق وفي المحافظات القنوبية كافة سررت حين سمعت أن الرواية التي كتبها التي هي ترنيمة فارس سررت أنها تم اختيارها من خمس روايات مرشحة لقوائز معينة في الوطن العربي وهذا ما توقعناه في القلسة الأولى لإشهار هذه الرواية عوض العلقمي استطاع في هذه الرواية أن يسجل تاريخ تحفظ عنه الكثير في هذا المجتمع نتيجة التقاليد السياسية ونتيجة الاستبداد السياسي والظلم السياسي الموجود الذي قثم على صدر الثقافة والأدب والحرية وحريتهما عوض العلقمي استطاع أن يسجل لحظات تاريخية بشكل جمالي لحظات تاريخية استطاع من خلالها أن يسجل مرحلة سياسية واجتماعية وقتصادية مرت بها البلاد ووضع يده على كثير من السلبيات التي دائما ما نخفيها في صدورنا ودائما ما نتقنبها ونبتعد عنها والكتابة إذا لم تكن بناءة وإذا لم تكن مقومة للحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية فهي ليس لها داع أصلا الدكتور عوض العلقمي هامة ثقافية وآدبية ربما مغمورة في الوسط الأدبي والثقافي لكنها تمتلك إنتاجاً يفترض أن يؤخذ بيده إلى الإشهار والإظهار والغراءة والتناول لأنها تلك الكتابة التي نستطيع من خلالها أن نغيم أنفسنا كمجتمع إنساني عانى من الكثير من الويلات وكثير من الحروب وكثير من المآسي عوض العلقمي نكرمه اليوم كمجتمع مدني نحن نكرمه لأنه برز وظهر لنا كإنسان باحث عن الحرية كإنسان باحث عن الكلمة بدون غيود وبدون رغيب والكلمة بدون غيود ورغيب هي الكلمة التي تستطيع أن تقيم أي عوجاق في المجتمع سواء سياسياً أو ثقافياً أو اجتماعياً أو تعليمياً إلى آخره دكتور عوض العلقمي هامة ثقافية نحتفي بها وأنا أفتخر بها كثيراً كونها هامة لا تحب الصدام السياسي ولا تحب الصدام الثقافي فقط تتلذذ بالفلكلور الثقافي والحياة الاجتماعية والسياسية وتتلذذ بالثقافة الموجودة تحاول أن تكتبها بشكل جمالي مثير ومبدع أتمنى له كثير من التقدم والتألق وأتمنى من وسائل الإعلام ومن المنابر الثقافية والنغلية والأدبية أن تلتمس هذه الأعمال وهذا الانتاج الأدبي الموجود لدى الدكتور عوض العلقمي دكتور يعني مثل هذا التكريم لهذه القامة وغيرهم القامات التي لابد من أن يكرم أصلا نحن نعيش في مجتمع أو بالفعل نحن نعيش في مجتمع لم تدعه السياسة أن يستقر حتى ينظر إلى القانب الثقافي أو ينظر إلى الأعلام الثقافية أو ينظر إلى مجتمع الحروب ومجتمع التاريخ الملطخ بالحروب والدماء سنة واحدة لم نستقر إجتماعيا وسياسيا وأدبيا ثقافيا لكن رغم كل ذلك يكرم الدكتور عوض العلقمي كهامة ثقافية وعلمية وآدبية ويفترض أن يكرم جميع الأعلام السياسية القديمة والحديثة وليس أن نأخذ هناك كثير من الترسبات بالنسبة للعلام والمثقفين والكتاب الكبار الذين أثروا في المجتمع ما يزالون قيد الصمت واللا مبالاة من قبل القوى السياسية والقوى الاجتماعية والثقافية التي تقود المشهد السياسي والثقافي والاجتماعي إذا لم نستطع أن ننقذ وطنا أو نبني وطنا مستقرا فعلينا على الأغل أن ننظر إلى هؤلاء الذين يحاولون رغم اليأس ورغم الأحباط يحاولون أن يلوحون بأن هناك أشياء وهناك شيء موجود وهناك كتابة وهناك كلمة موجودة يجب أن نعود إليها إذن بلدنا بحاجة إلى أن يلتفت القادات أو الغيادة إلى مثل هؤلاء وهم كثر جدا جدا قبل أن يقتلهم الأحباط وتصيبهم الأمراض من نتيجة الحسرة التي يعيشونها لأنهم يقدمون شيئا كبيرا ولكنهم لا يكرمون بالخالص دكتور أنتم باعتباركم أمينا عاما لاتحاد الأدبي والكتاب هل سيرى النور هذه الترنيمة هذا الكتاب أدوايا ترنيمة فارس ولكي يكون طبعته ولكي يكون في متناول الجميع؟ أنا سبق قبل سنة أو قبل فترة في القلسة التي قلسنا القلسة النقدية تحليل النص وإلى آخره كأحد الأعضاء اللقنة أشرت إلى الأستاذ عوض العلغمي الدكتور عوض العلغمي بأن يجهز كتابها وهذا هي رواية فعلا من الرواية أنا أعطي لك من الرواية القلة التي دخلت في العمق السياسي والثقافي والاجتماعي جمعت كل شيء هي ربما سيري ذاتية لكنها رواية يفترض عن تظهر إلى النور وأن تقرأ أنها تكتب تاريخ أصلا تكتب تاريخ بسلبياته ولا نستطيع أن نرى أنفسنا أبدا إلا بمرأة الكتابة لابد الآن أن يتم طبعته ونشره باعتبار أن هذه الرواية لها أهمية متلوب باعتبار أنها أيضا دخلت من ضمن الروايات الأخرى التي سوف تحوز على أفضل جائزة في الوطن العربي نحن الآن في اتحاد عدباء وكتاب القنوب لدينا برنامج لطباعة الدواوين وقد بدأنا بطباعة الدواوين والآن لدينا خلاصنا خاصة هذا العام القادم هو عام الطباعة عام المؤلفات وعام الطباعة وأتمنى أو أرجو أن يكون لعواض العلغمي حظ في هذا البرنامج وبإذن الله سنسعى جميعا إلى أن نخرج هذه الرواية إلى النور وسنحاول بكل ما أوتينا من قوة إن شاء الله بأن نكرم هذه الهامة الثغافية والأدبية والتعليمية والأكاديمية على الأغل تكريم بطباعة كتاب هذه الرواية ترنيمة فارس بإذن الله إذن معنا ضمن هذه اللقاءات الميدانية معنا الدكتور قاسم يحيى شعيبي مدير مركز الفردوس الطبي للعلاج كده أيضا العلاج الطبيعي دكتور قاسم بداية مرحبا بك عبر شاشة قناة عدن فضائية دكتور قاسم أنتم تشاركون اليوم في هذه الحملة الوطنية المجتمعية والوطنية لتكريم الدكتور عوض أحمد العلقامي عميد كلية المجتمع لما قدمه من دور بارز يخدم الوطن والمجتمع بشكل عام وأيضا يعتبر رجل علم وثقافة وأدب تبعاتكم حول هذا التكريم الذي لا بد من أن يكون أن يكرم المرء في حياته سواء كان للدكتور عوض أحمد العلقامي أو غيره أولا بسم الله الرحمن الرحيم ونشكركم برضوء إذن على حضوركم في هذا المهرجان والتكريم للدكتور عوض أحمد العلقامي وهذا يعتبر من الهامات الوطنية القسيمة اللي هو عمليا وعلميا في هذا الصرح المميز وله عدة متيازات كثيرة فنحن نفتخر بمثل هذه الشخصيات الوطنية التي تعتبر نموذج للوطن والمواطن إذن نتمنى كل الخير لكم وكذلك وللجميع حقيقة وأن يتم تكريم أكثر فأكثر لمثل هذه القامات التي تخدم الوطن الله أعطيكم العافية وشكرا لكم وهذا برضو شرف لنا مثل هذه الهامات الوطنية أنها تمثل أو بمعنى أنها توجد للمواطن العلم في الرقي والتحقيق لما يخدم الوطن والمواطن في هذا الظرف الصعيد مفاجئة لدكتور من قبلكم أنتم نعم 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 فالدكتور يعتبر أن نعتبره إن شاء الله نحن عملنا له درع درع المركز اللي هو درع الفردوس فهذا يعتبر أول درع من قبلنا لهذا الهام الوطنية نعم أستاذ وضح نعمان مدير مشروع الرسول السلام مدير المالجدالي الجامعة الكشف والمشدات اليمنية أستاذ وضح نعمان أنت مدير مشروع الرسول السلام باعتباركم مشاركين في أكثر من فعالية قامها الدكتور عوض أحمد العلقمي عميد كلية المجتمع لما لها من أهمية لتلك الفعاليات كل فعاليات تختلفة عن الأخرى ولكن تهدف إلى هدف واحد هو الارتقاء بالعمل التعليمية وغيرها أيضا من الأهداف التي رسمت لكل فعالية أنتم اليوم تشاركون في هذه الحملة المجتمعية والوطنية التي من خلالها يتم تكريم هذا الطوت الشامخ هذه القامة الوطنية وعلى من العلام الوطنية المخلصة لوطنهم لما يقدمه رجل العلم والمعرفة وثقافة والأدب لوطنه ولجميع طلابه وللمجتمع بشكل عام انتباعاتكم حول عملية التكريم اليوم التي تتم لهذا الطوت الشامخ الدكتور عوض أحمد العلقمي العميد كلية المجتمع كذلك أيضا التي لا بد من عملية التكريم ليس فقط الدكتور عوض إنما ليلجمي حقيقة لكل من أسهم إسهاما فعلا لهذا الوطن لا بد من أن يكرم في حياته هذه حقيقة يعني الدكتور عوض العلقمي من الشخصيات البارزة في المجتمع الذي قدم وما زال يقدم الكثير في خدمة المجتمع ونشر ثقافة التسامح والمحبة والويام حضرنا أكثر من الموقف للدكتور عوض في عدة مجالات فهو الأب والأخ الصديق لكل شام على مستوى محافظة عدن على بوقه الخصوص وعلى مستوى الوطن بشكل عام التمسنا من خلال معاملتنا مع الدكتور عوض في عدة فعاليات في عدة مهرقانات يعني تواضعه الشديد حبه للشباب نشاطه الدائم وهذا الشخصية الذي اليوم نحن صددت تكريمها كجزء بسيط من رد الجميل لهذا الشخص شاهدين أيضا نزل نجري اللقاءات الميدانية معكم عبر عدسة كاميرا قناة عدن الفضائية ونحن اليوم نستطلع من خلال الأراء المتباينة المختلفة حول عملية التكريم للحملة المجتمعية والوطنية لتكريم الدكتور عوض أحمد العلقمي عميد كلية المجتمع معنا للسد أن تعرف الأستاذ أمال قباطي مديرة صندوق الرعاية الاجتماعية مديرية الشقعة المعنى أستاذ أمال أنتم تشاركون اليوم في هذه الحملة المجتمعية الوطنية لتكريم هذه الهامة القامة الوطنية التي خدمت الوطن خدمت المجتمع خدمت جميع الطلاب أثرت تأثيرا إيجابيا حقيقة بالعملية التعليمية برمتها تعليقكم حول مشاركتكم وأنتم تشاركون هذه الاحتفائية لتكريم علما من الأعلام الوطنية المخلصة لوطنه الدكتور عوض أحمد العلقمي عميد كلية المجتمع أولا نحن سعداء بهذا الحضور لتكريم دكتور من الشخصيات المعروفة بعلمها وأدبها وأقلاقها كمان ودكتور عمر العلقمي مدير كلية المجتمع وكذلك سعيدين بالجمع الغفير الحاضرين ونتمنى من دكتور علقمي كل النقاح والتوفيق في حياته الشخصية وفي عمله حيث أنه معروف بعلمه وتقافته ونشيد كذلك بدوره في تخريج نخبة من الشباب والطلبة والطالبات في كلية المجتمع ولم يبخل أبدا في إعطاء خبراته وإعطاء النموذج الحسن لكل الشباب والطلبة ونتمنى له في الأخير النجاح والتوفيق ومزيدا من التألق وبهذا التكريم يكون قد أحضى بحب المجتمع وحب أولاده الطلبة وحب الشخصيات الاجتماعية فهنيئا لك أيها الدكتور عمر العلقمي على هذا التكريم مشاهد الكرام ضمن اللقاءات الميدانية معنا أيضا عميد كلية الآداب جامعة عدن دكتور جمال الحسني بداية مرحبا بك دكتور جمال بداية أولا نشكركم تعاونكم لإتاحة لهذا العملية التكريم هنا في هذه القاعة قاعة ابن خلدون لعملية التكريم للدكتور عواض أحمد العلقمي انطباعاتكم وأنتم اليوم تشاركون في هذا التكريم لعلما من الإعلام الوطنية المخلصة للوطنة الدكتور عواض أحمد العلقمي عميد كلية المجتمع بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في البداية رحبكم في كلية الآداب رحب جامعة عدن في هذا الحفل التكريمي المجتمعي بكل تأكيد الجامعة رحبت الأستاذ الدكتور خضر ناصر رصور رئيس جامعة عدن رحب الفكرة وتوجه بتسهيل أعمال الحفل التكريم لأستاذ الدكتور عواض العلقمي أهم ما يلفت الانتباه في هذا الحفل أنه عمل مجتمعي حملة لشخصية وطنية اجتماعية محبوبة للجميع محبوبة لدينا في جامعة عدن وأيضا في المجتمع سواء في عدن أو في الطاقة الجغرافي المحيط شيء نشجعه ونؤيده أن نلفت لأشخاص الذين استحقوا للتكريم والالتفات لهم والاهتمام بهم مثل هذا التكريم الذي لابد أن يكون ليس فقط الدكتور عواض إنما لأشخاص آخرين أيضا يعني يعنون بإخلاص هذا الذي يجب أن يكون أن يتم تكريم المرأ في حياته هذا الشيء المهم والجميل لهذا حلنا تحمسنا تحمسنا له وشجعنا وسهلنا كل المهمة للأخوة الزبلاء في هذا الشيء ملفت أنه هذه حملة مجتمعية وطنية من أبناء عدن لا بد أن نلفت لأشخاص الآخرين الذين يقوموا بخدمة للوطن أو سواء للمدينة عدن مهم المجتمعين مهم جدا هذا الشيء نشجعه وبقد أنه نبدأ اليوم بهذا التكريم بشخصية مثل الدكتور عوض العرقمي شيء مشجع وشيء يبشر بالعمل إن شاء الله في القادمة أن الحملات المجتمعية تكون في هذا الاتجاه بإذن الله تعالى أن نكون في هذه الاحتفائية عملية التكريم لعلم من العلامة الوطنية المخلصة للوطن لما قدمه من أدوار مناطة به شهد لها الجميع حقيقة وذلك عرفانا لهذا الدور المناطفه بكلية المجتمع لدكتور عوض أحمد العلقمي عميد كلية المجتمع وهو يتم تكريمه اليوم من قبل جميع لحبا وعرفانا لدوره المنشود انتباعاتكم حول عملية التكريم هذه وأيضا الذي لا بد من التكريم للمرأة أن يتم تكريمه في حياته وأيضا في المسؤولية الملقاتة عليه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على السيد المرسلين بالنسبة للدكتور عوض نقدر نقول نحن في نوصل منذ أن تولى عملية كلية المجتمع فنهض بالكلية هذه صحيح أنه في اللي سبقوه كانوا أكفه ولكن في نفس الوقت أنه وصل الدكتور عوض أنعش هذه الكلية وصل إلى مستوى أعلى فتح عدد من الأقصام داخلها إلى جانب أنه في نوصل الوقت لم يكتفي بالقعود على الكرسي وإنما ظل أني شارك حتى مع الطلاف في المبادرات في كسب الطلاف في الفتحة الدورات في الإجازة الصفية فتح لأبناء المديرية بشكل عام فتح دورة الدراسة إلى فتح لكل الجوانب فالدكتور عوض يفترض أن يكون اليوم هذا التكريم تكريم رائع أن يكرم في حياته وفي نفس الوقت فعاده في مكان عمله بدل من أن يكرمه بعد ما ماته فأنا نشكر الذين كل من ساهم في تكريم هذا الهام الوطني التربوية التي نعجت فعلا التعليم في الكلية المكتبعة المشاهدون الكرام إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام مجمال هذه اللقاءات الميدانية التي تجريناها معكم عبر عدسة كميرا قناة عدن الفضائية التي صلتنا فيها الضوء حول عملية التكريم التي تمت لهذه القامة الوطنية لدكتور عوض أحمد العلقمي عميد كلية المجتمع ولدوره البارز والمنشود حيث هذه الكلية كلية المجتمعة كيف أصبحت وكيف كانت وكيف أصبحت الآن هناك عمل دؤوب حقيقة نشاط ملموس استحداثات حقيقية كذلك أيضا من جديد لجديد كل تطورات الحديثة يدم إدراجها في هذه الكلية وذلك الارتقاء بالعملية التعليمية أيضا سيتم بمشروع من قبل دكتور عوض أحمد العلقمي عميد الكلية بأن تحول إلى الكلية بمعنى الجامعة تدرس فيها بتخصصتها البخالاريوس وأيضا الماجستير هذا من أمله للارتقاء بالعملية التعليمية إذن مزيدا ومزيدا من النجاحات لكل من يعمل مخلصا لوطنه سواء كان لدكتور عوض أحمد العلقمي عميد كلية المجتمع والذي يعمل جاهدان للارتقاء بالعملية التعليمية وأكد أيضا لكل من يعمل لخدمة هذا الوطن نشكر لكم حسن صغير والمتابعة نلتقيكم إن شاء الله في لقاءات قادمة حتى دلكم الحين لكم تحايا طاقم العمل ومني أنا رواعي اسمت وفي أمان الله حسن لا يعمل لك حسن لا يعمل لك حسن لا يعمل لك نلتقيكم إن شاء الله في لقاءات قادمة ومني أنا رواعي اسمت